عاشت العديد من العائلات بفندق ببلدية بلكور وسط العاصمة منذ أزيد من سنة بدون ماء ولا كهرباء فاقدة بذلك أدنى شروطي العيش مزيد من التفاصيل مع طارق دريدي واسد أحمد هتيبل أكثر من عشرين عائلة تقطن بهذا الفندق المتواجد ببلكور وسط العاصمة العيش بدون كهرباء ولا ماء وعنوان معاناة هذه العائلات منذ أكثر من سنة التي تدفع إيجارا شهريا بلغ 2.5 مليون سنتيم لغرفة واحدة تقريبا مد وحد العام نحن رأينا بلد تري سيتي زادوا قطعنا الماء أرأنا ملعم ليفات بلد تري سيتي والماء رأينا في طروام وإدميب لا ماتانيك أكشتو حالتنا أرأنا عايشين معيشة الدل والميزيرية يا أخويا أولدنا يقرأوا من ساكن يجوا من المسيد يعمروا الماء أخويا كل شهر خلصة جمناين وخمسمائة تري سيتي جايبينها من عند الجار نطيبوا برا أنا بيت هادي ناكل فيها نرقد فيها نطيب فيها هذه الصور للطفلة ميساء التي اعتادت عليها يوميا بعد الرجوع من المدرسة للتزود بالمياه من جانب آخر الحج وريدة تنتظر قدوم أحد الجيران لتزويدها بالماء وهي التي لا تبصر جيدا بسبب كبر سنها أنا واحدة ما نقدش نعم أنا مريدة مثل البياد نتعلم لي شيئا نتعلم لين نطلع فيهم أنا مريدة نعيانة ما نقدش مين قد نمشي في الزنقة عينيات تعمهم البكاء عينيات تعمهم ليت ما نشوفش واجبهم دفع أقصات كراء الغرف وليس من حقهم الحصول على الكهرباء والماء هي يومية هذه العائلات التي تنتظر الفرج في أقرب وقت